أول سؤال وصلنا وعن نجاوب عليه في حلقتنا النهاردة سؤال بيقول ليه أختي متجوزة من غير رضا الأب والأم وأمي مقطعها لحد الآن ومش مسمحاها أمي كده صح ولدها تعتبر قطع صلة رحم هو ده تعتبر ده نوع من أنواع الغلص الشدة هي عايزة تربي بنتها مش هو ده أداة التربية عايز تربي ابنك ربيه وهو في حضنك ربيه وهو جنبك وبعدين ما تربيهوش على حدث عمله والحدث ده لو كان صحيح يعني راحت تجوزة جواز صحيح ما أنت لو بعديها ورمتيها أنت يا خلاص بتسلميها للضياع لا اللي بعملها والدتك مصصح ولو عايزين نصلح أولادنا نصلح أولادنا تحت عينينا بتقولوا لي بقول كده ليه لأن احنا شفنا الكلام ده حتى ده راح أنت بتقولوا راح تتجوزت آه صحيح من غير علم الأب والأم وده غلط عايزين نرب أولادنا نربين بين إيدينا ونزيك سيدنا عمر لما واحد جي قال والله إذا بنتي وقعت في المعصية قال لا فضحت نفسك وقال لا صدرت أهل بيتك فالمسألة كلها إيه اللي حاصل ابني عمل أو بنتي عملت حاجة غلط كلكم راعن وكلكم مسؤولوا عن رعياتي مقتضى الأمانة إن احنا ما نرمهمش ما نعتبرهمش خلاص دولة حاجة وحشة ورميناها ما ينفعش ده مش من تحمل الأمانة ده من التخلي عن الأمانة انت ممكن بقى تسألي بقى هل هي ما زالت حتى الآن فرض على أم إن هي ترعاها وتربيها لا هي مستقلة من ساعة ما بلغت مستقلة بمعنى إنها تحاسب عن أعمالها مش أهل مش والدتك ولا والدك اللي حاسبه على أعمالها لكن احنا نتكلم في الصلة في العلاقات هو لو كان أولادنا كل ولد عيغلط حتى لو كان غلطه ده كبير نرميه فإحنا كده بنكون عاون للشيطان عليه أنا بقول لولدتك أنت كده عاون للشيطان على بنتك ليه عاون للشيطان على بنتك لأن انت كده بتخليها تحس إن هي ما لعاش تسند وما لعاش ده ففي كل الحياة وكل مفردات الحياة اللي هي بتعملها دلوقتي هي حاسة إنه ما عندهاش خبير ولا مستشار تروح تستشيره هتستشير أي حد ومش هيكون حريص عليها زي حرصك أنت لأنك أنت مأمورة من الشرع الشريف ومأمورة من الله ورسوله وإن أنت تقوم برعايتها وعشان كده علينا أن احنا نتقي الله مهما حصل دي بنت حضرتك مهما حصل ما ترميهاش زي ما بنقول للأولاد مهما حصل من أبائكم وأمهاتكم خليكم برين بأبائكم وأمهاتكم كذلك بنقول للأباء لما تحبوا تربوا أولادكم ربوهم من بين إيديكم مهما كان الغلط إلا إذا كنتم بتنتصروا لنفسكم وبتتخلوا عن أولادكم بتنتصروا لسورتكم وسمعتكم حتى لو أولادكم رميتهم للضياع مش موافع على ده وأنا نصحتك يا حجة رجعي بنتك لحضنك عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويبركلك ويعملك بكل رحمة السؤال الثاني من حساب توتا بتقول السلام عليكم أختي متجاوزة من منذ تسعة أعوام ولديها طفل سنتين وتعرضت لمشاكل كتيرة بينها وبين زوجها وتزوج هو من خمسة أشهر يعني جاوز زوجها تاني وبدت أشياءه وبعد التدخل الأهل وصلوا إلى طريق مسدود وحكم الأهل باسترجاع أشياءه وانفصالها فيما رأي سيادتكم إنها ترجع لها حاجتها دواجب إنما حكموا بانفصالها لأنه تجوز عليها معرفش ممكن تجوزون دات من يعني حكم غير صحيح ومش مطابق لمعايير إرشاد الزواجي وقد يكون ده تنوع من أنواع خراب البيوت في تفاصيل هو راح تجوز إيه وتجوز من مين وجوازه ده أثر على حياته مع زوجته ولا لا هل هو مارس معه أشياء يعني لا يمكن أن تقام الحياة بينهم بعد كده كلها دي تفاصيل أنت بتسأليني سؤال عام عام دلوقتي هو مسألة حكمهم بإن هما يحكموا بالانفصال ده صحيح أنا على كل حال أي حد بيشتغل في الإرشاد الزواجي لما يجيله أي حالة إذا كان بيبتدي بيها بالانفصال يبقى داوة حكم مش رشيد أول حاجة أنه يبحث عن كل الطرق الممكنة لإصلاح ذات البين لأن داوة خير ما بعده خير على الناس كلها فإذا كانت هي عندها الحالة دي لازم نعرف تفاصيلها ما قدرش أحكم دلوقتي وأقول إن هما اللي عملوه ده صح لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا أقر بإنه صح إن الحق يطلق يرجع لأصحابه إنهما رجعوا حاجتها مرة تانية ليها اللي هي المنقلات اللي موجودة في البيت لأن أنتوا بتقولوا إنه هو بددها ودي كانت حاجتها خلاص بدل المنقلات دي حاجتها يبقى ترجع لها لكن مسألة الانفصال دي محتاجة إن إحنا نروح ونسأل ونتعلم فتفضلوا عندنا في مركز الرشاد الزواجي عشان ندرس المسألة لكن ما قدرش أجاوب على مسألة إن الانفصال بينهم ده صح ولا غلط غير لما نعرف شوية التفاصيل أستحلفكم بالله بلاش حكاية إن الواحد ينتصل لبنته فيسارع في طلاقها مش زي ما كنا بنقول زمان بنتي ما تطلقش لا بس مش بنتي ما تطلقش وواحد تاني يقول بنتي ما تتئزيش فأي أزع يوصلها أطلقها على طول طبعا ده اللي بيخرب البيوت مجايز بنتنا كمان محتاجة تغير حاجات فيها يبقى أنتوا كده عملتوا إيه أبقيتوا على بعض الصفات السلبية في بنتكم وضميتوا عليها كمان تحدي كبير اللي هو تحدي الطلاق ده ده فتنة كبيرة أنتوا مش متصورينها ولزاك واحدة واحدة ما بنقولش الناس لما تستحيل العشة بينهم ما يتطلقوش بس ما بنقولش بس بنقول كمان ارحموا نفسكم من التسرع في الطلاق دي مش هي دي النصرة وتذكروا حديث رسول الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا علمنا كيف أن ننصره مظلوما يا رسول الله فكيف أن ننصره ظالما قالوا أن ترده عن ظلمه احنا مين قال لنا أن بنتنا مش محتاجين أن احنا نعرض الحالة الزواجية بتاعتها هي وزوجها على خبير لرمبة منتنا كمان كانت بتظلم فواحدة واحدة وأنا شايف أن الحالة دي محتاجة تعرض على خبير فأهلا بكم في دار الإفتاع المصرية